هذا ما نسأله أن الله ينعم علينا جميعاً بالعفو والعافية و أخلي بالك يسبيه العافية كلمة النفس لا تدرك أبعده والله لو يعلمون ما تدل عليه كلمة أو عبارة أو لفظة العافية لألحوا بالله في الدوء يعني إحنا بس نقول إيه اللهم عافي مصر من كل مقروب و عافي مصر من كل سوء و عافي مصر من كل مصيبة و عافي مصر من كل ملمة و إلى آخره فلما ربنا يشمننا بالعفو البلد داع لفكرة بفضل الله لها مصر دخلها والله في عفو الله عز وجل من زمان مش من الآن من زمان من أيام النبي إدريس له أخنوخ عند إخوتنا أهل الكتاب و هي دخلها في عفو الله عز وجل طب مش اللي يعفو عنه ربنا داعني لما نقول إنك تحب العفو فاعفو عنه مش لو أنا منيت بهذا العفو أتتني كل الحوائد خلاص كده ما هو ربنا كده رضي عني و عفع عني و علامة يعني هقول لحضرتك حاجة يعني حاجة مبهجة بعض الأصوات المغرضة إما بتكلم عنه الغلاء و مش عارف إيه و التعويم تبنزل النهاردة الإسواء في الأحياء الشعبية في القرى في البوادي في 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 الحمد لله رب العالمين زحم شديد و الناس بتشتري و الناس ربنا بيفرج لها بأي سبيل بتشتري النهاردة والله الناس كل حاجته يعني النهاردة الله يبرك لك الكعك بيشترون الملابس بيشترون الأحزية ما شاء الله هيا بلد مرحومة لإني ادخلوا مصر إن شاء الله إيه آمنين آمنين برضو حضرتك إحنا بننبه إن في صدقة الفترة وتخرق قيمة إن شاء الله لإني ده اعتبار بمقصد المصلحة في التشريع الإسلامي فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل لما حاجة تطلع قبل العيد آه بزرع حشان يتمكن يقدر يشتريها يتمكن والنقود وهو ما عليه الأزهر الشريف طبعا حضرتك برضو ونبي على شيء لازم من وجبنا نحن نصوي بالأفكار النشاز